موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهدنا على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود مرحبا سمو الأمير سمو الأمير احنا توقفنا في الحلقة الماضية عند مرحلة هامة وهي إقالتك من الحكومة التي أسست برئاسة الملك سعود واستمرت من نهاية العام ستين حتى بداية اتنين وستين وبلغت أنت بالقرار بإقالاتك ثم استقال باقي أعضاء الحكومة ماذا كان وقع عملية الإقالة عليك؟ والله ما تذكروا الآن طبعا بالنسبة للمؤيدين كانت فاجعة وكان يتمنوا أن نكون أكثر مرونة مع الملك سعود ونعض النظر عن بعض الأمور حتى أنها تسير هذه المسيرة في طريقها الذي رسم العام إنما الأكثرية كما ذكرنا المعارضة نسميها المعارضة وهذه اسم جميل يعني بالنسبة للناس الذين يقولون ليس هناك معارضة بالسعودية كانوا مفتهجين وفرحين أنه حصل أدب هذا الخلاف وأنني أنا أقلت والآخرين تضامنوا معنا واشتقالوا فهذا هو اللي كان رد الفعل في ذلك الوقت هل تقبلت الأمر بشكل تلقائي وعادي كما كلفت كما كلفت الآن أقلت بنفس الوضع نعم رحنا للملك سعود برضو ثالث يوم وسلمنا عليه وإستخبالنا إستخبال طيب وقلنا على كل حالة إحنا الآن كنا في الحكومة والآن جيناك كأب كوالد نعم وقال إطلاق لنا ما حدث فيما ينك كانت تجربة وهو سعيد من هذه التجربة التي حدثت هو أنه يعتبرنا مثل أولاده أخوانه أولاده الثغار ومشيت الأمور لم يبين لك الأسباب التي دفعته إلى إطالتك لم نتطرق لهذا إطلاق بعد ذلك على وجه الإطلاق أبدا ولم تستطع أن تتعرف على الأسباب الحقيقية أنا عارف أنا عارف يعني كما قلنا دخلت الناس أصحاب الخيل والقال وصوروا لأمور كثيرة لم تكن حقيقة في ذهننا وأن هؤلاء يريدوا أن ينفردوا بالحكم هؤلاء يريدوا إدخال مفاهيم جديدة على النظام وغريبة علينا وعلى تقاليدنا وعلى تراثنا ومنها الأمور التي سبق وذكرناها النظام الأساسي والمجلس الوطني أو شورى على كل حال مثل هذه الأمور في ذلك الوقت كانت أمور يعني حساسة حساسة بالنسبة للملك بالذات رغم أنه كان يبيلنا في السابق أنها أمور طبيعية وأنه يتمنىها لأنها تتبق وظروف المملكة ولكن مع هل المداخلات التي حدست والقيل والقال كما ذكرت صوروا الأمور على غير واقعها على غير حقيقتها للأسف الشديد وبعدين الرجل منحقه يريد أن يحكم يعني سواء بنا أو بغيرنا لكن الواقع أنه بغيركم لم يكن ليحكم لأن غيركم هو مجيء الأمير فيصل والأمير فيصل على صدام أو عدم مفاق دائم مع الملك سعود وبالتالي إذا رجع الأمير فيصل فلابد أن ينحل الملك سعود أنا لا أعتقد أنه هذه كانت كان يفكر فيها ربما إن ملكة لم تكن راشخة في ذينا إطلاقا أنه سوف يجاح عن الملك إنما كان عملية تداول السلطة يعني بشكل أو آخر تداول السلطة بالشكل الذي تمت فيه لأنه نحن مع تداول السلطة بشكل أو آخر سلميا نعم وحقيقة الذي تم إلى هذه اللحظة ما كان فيه تصادم تصادم يعني مضر بالنظام أو بالبلاد أنا أعتقد كان يمكن برضو تحمل ما حدث لأنه لم نتجاوز الخطوط الحمراء من جد نظري إنما أعتقد كانت تحولات طبيعية وكان يمكن أن يتم ضمن هذه التحولات إنجازات كبيرة من الملكة العربية السعودية إيه توقعك للإنجازات التي كان يمكن أن تحققوها في هذه المرحلة دماء جديدة أفكار جديدة على الملكة العربية السعودية كان يمكن أن يكون لها تغيير في مصار الحكم خلال الثلاثين عاما الماضية أو الأربعين عاما أنه الآن مضى على هذه الأحداث ما يقرب من أربعين عاما هل كنت تتوقع إذا بقيتم أنتم في السلطة ومنهجكم أن يكون هناك تغيير في شكل المملكة ونظام حكمها أنا أتصور هذا وإنما أنا أتكلم عن المبادئ وعن الأفكار الإصلاحية التي طلحت في ذلك الوقت يعني لو وجدت أتصور أنها سوف تكون راسخة في أذهار الجميع ولن يستطيع الأفراد أي أن كانوا نوع هذه الأفراد أن يأتي الحكم أن يغيروا من جوارها ربما من بعض الأساليب في اتباعها وتطبيقها ولكن لا شك لو نفذت في ذلك الوقت وكنا أكثر مرونة مع الملك السعود ومع الإخوان الثارين يعني كنا أتناش فيه شوية هذه أنا لما أتذكرها أقول عيب يعني ليش عملنا كذا يعني إنما هو شباب وما ذلك كان ينقصنا الاستشارة الجميع يعني المستشارين الذين فيهم الخير والبركة اللي يمكن الواحد أن يعود لهم ويستشيرهم في مثل هذه الأحداث لربما كانت الأمور تتغير عما حدثها في سنة 62 كذلك الخبرة تعتقد أيضا أنها كانت مهمة بالنسبة لكم في مرحلة أنتم تسعون لتغيير كبير وخبراتكم لم تكن تناسب أيضا عملية الحجم المطالب الضخمة التي تطالبون بها لذلك كنا في حاجة المستشارين لأن خبراتنا كانت قليلة في مجال المراس الحكم لأنه تعرف الحكم عادة في دول العالم الثالث وخصوص الأنظمة الانفرادية أو الشمولية لا تخرج زعامات واعية بأمور الدنيا كما يحدث في الغرب هناك بيمارسوا الحياة السياسية من في المدارس ومن الجامعات عن طريق التجمعات نقابية أو حجبية أو إلى خيرية إنما في بلاد على مثال من البلاد العربية الأسف تجد أنه هذا غير متوفر القيادات السياسية التي عندها تجارب وحتى ممارسة الحكم مثلا عندك المعارضة في بيطانيا الشادو كابينت مجلس وزراء الظل الظل نعم بيمارس العمل نظريا حتى بعض الجامعات الغربية فيها مجلس وزراء داخل الجامعة من الطلبة مثلا نعم نعم إحنا في الجامعة الأمريكية أنا كان عندي طلبة اليوم الصباح وامبارع لأنه أنا خطبت فيهم من سنة في الجامعة أمريكية رحت هناك وخطبت في نموذج الجامعة العربية يعني عندهم نموذج جامعة عربية من الطلبة وكل واحد يمثل دولة يعني مثلا مصر يمثل سعودية كلهم عرب والسوداني يمثل المغرب فكانوا يتناقشون في الأمور التي عرضت أو سوف تعرض على الجامعة العربية ويقودوا فيها ولما خطبت كان موجود الأخ عصمت عبد المجيد يعني هو الأمير الحقيقي الفاعل للجامعة العربية هذه الأمور لا تتوفر في البلاد العربية فلذلك عدم الخبرة وعدم وجود المستشارين الجيدين ليمكن واحد ينالجي اليوم أنا ولا غيري من الأخوان لم يكونوا متوفرين لأسف فلذلك صارت بعض الأخطاء التي ارتكبت سمو الأمير بعدما يقرب من أربعين عاما من هذه التجربة هل ترى المبادئ التي رفعتها والأفكار التي تبنيتها في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات وسعيت خلال فترة وجيزة لتحقيق جزء منها ثم حدث ما حدث بعد ذلك هل ترى أنه تم تطبيق أشياء منها وتنفذها الآن في المملكة بعد مرور هذه الفترة؟ اللهي أنا أعتقد أنها من ناحية الشكل وإلى حد كبير من ناحية المضمون طبخت المجلس الشورى أعلن في ملكة عضلية السعودية بعادل الملك فهد لكن هذا كان بنفس الشكل الذي كنتم تصاوله؟ لا ربما يختلف إنما الفكرة نفسها وجدت ولا شك أنه الآن تسعين نائب أسميهم نائب الأول مرة يمكن يطلق عليهم هذا الاسم أعضاء مجلس الشورى نواب مجلس الشورى معينون من قبل الملك فهد أعظمهم أصدقائي أنا وناس جديرين بالمنصب من ناحية وطنيتهم ومشتقيتهم وتدينهم وتوجههم الوطني وبعضهم متخلدي من أكبر الجامعات الغربية حتى لو كان انتخابات ولا يعني هذا أنه فضل تعيين عن انتخابات إطلاقا إنما أضرب كميسال حصلت في السعودية حتما لن تأتي انتخابات مثل هذه الكفاءات والمهم هنا با عملية إعطاء هذا المجلس دوره الطبيعي أن يقوم بهذا الدور فيما يختص بالمشاركة بالحكم يعني هذين المحورين محور عملية الاختيار بالنسبة للأعضاء ومحور أيضا دورهم في عملية المشاركة الفعلية في الحكم كمجلس تشريعي هاتين النقطة انتكادا أن تكون غائبتين الآن يعني المجلس هو رأي استشاري غير ملزم وفي نفس الوقت عملية التعيين هي الأصل وليس عملية الانتخاب هنا نعود إلى العرب ما احنا أنا قلت احنا جزء من العرب تاريخي وجغرافيتي هي عربية إطلاقا يعني طب اعطيني مثلا مثال في تلك الدول اللي فيها انتخابات معظمها انتخابات ايه هي مجالات اقل من الاستشارية تأتي باسم الانتخاب ومسا هذا ولكن ليس الانتخابات نظيفة ويتدخل فيها الحكومات وتأتي بمن تشاء في المجالس النهابية يعني احنا جزء من كل هذه المشكلة ولكن الفكرة بيها انه ما كنا ننادي به في الخمسينات او والستينات بيطبق الان في العام العربي لكن انت بتنادي بعملية تطوير لمجلس الشورى السعودي بحيث يكون له فعالية اكثر واسلوب ايضا عمل اكثر صحيح على ما فعلوا في عمان وبعد ذلك عن طريق الانتخابات في المرحلة الثانية انتخابات نظيفة يختار السلطان اثنين او ثلاثة لا تذكر منهم واحد يعين مجلس الشورى مجلس الشورى يتكلم في كل شيء الا في امرين الامن والسياس الخارجية لا بأس المرأة لا تدخل ذواله المرحلة الثانية دخلت المرأة عضوا منتخبا المرحلة الثالثة او الرابعة لا تذكر الان سوف يتكلم هذا المجلس ويبحث امور الامنية والسياسية اذا لا بأس من ال لأنه طالعمرك من الصعب جدا وهذا اريد ان اقوله بكل وضوح ان نطبق بلادنا العربية الديمقراطية الغربية بشكلها الموجود حاليا استعادة ما ممكن مصر كان فيها احجاب دول سلطة وماذا حدث فيها يعني حقيقة لا نستطيع ان نطبقها نطبق الديمقراطية او الشورية التي تتناسل بلدنا انما هنا يجب ان نستشير اصحاب الحل والعقد منهم اصحاب العقد اليوم غير طبعا ايام الرسول وايام الخلفاء اللي هم الان النقبات او الجامعات اساتذتها او اذا كان هناك احزاب فعاليات اجيبهم اقولهم العنوان هو الشورى العنوان هو الديمقراطية وعليكم ان تفصلوا هذه الديمقراطية على مقاس بلدكم مثلا يعني فلذلك اللي بقوله ما كنا نطالب به نشوفه الان بالعين المجردة يطبق في انحاء العالم كله العالم الثالث سمو الامير بعد عملية اقالتك اين ذهبت وما هو تصورك كان في ذلك الوقت للدور الذي يمكن ان تقوم به والله بعد هذه التجربة قررت انا شخصيا انه لا امارس عملية السياسة بالمرة في ذلك الوقت نعم برضو كنا بشبابنا رد فعلي رد فعل كان رد فعل لا شك انه هذا الذي حدث وتمسخرنا وتبهذلنا بشكل يعني اعتباطي ولم يكن يكون محقين في كل ما قالوا عننا وهذه نتيجتها يعني يعني مثل ما يقولوا give up اعطينا عملية انه والله يعني جرف جرفت من العملية انما قلنا يالله مثل ما يقول نستريح شوية ولم اضع لنفسي خطة مستقبلية بالمرة ابد اشغلت نفسي بالسفر لم ترتب مرة اخرى لمحاولة العودة مرة اخرى اطلاقا لمحاولة التصويب بالنسبة للذين جاءوا مكانكم في الحكومة الجديدة اطلاقا اطلاقا قررت ان تسافر اسافر تسافر يعني زوالات سياحية سياحية وحدث انه انه والدتي مرضت وكنا مناسبة ان اسابر معها العلاج تفتكر تفتكر للشهر بعد بعد فترة كم من خروجك من الحكومة اشهر بعد اشهر برضو في العام اتنين وستين اتنين وستين هذا صحيح خرجت وستفرت مع الوالدة للعلاج سافرنا يا لندن للعلاج علاجها وبعدين عملت العملية الضرورية اجريت هناك في لندن ثم رحنا لفترة نقاها حسب رأي الطبيب الى سويسرا وفوجئنا في هذه اللحظة بمن يتصل بينا وان يقول انه اموالكم صدرت ومنعتهم من السفر وكان هاكل يوم بالذات مسافرين لبيروت هذا كان يوم ستاشر اغسطس الف وتسعمائة من وستين هذا يمكن ستة اغسطس ستة اغسطس ستة اغسطس في ستة اغسطس اتهمت بالتآمر وتم مصادرة اموالك بالتآمر مثلا ومصادرة اموالنا ومنعونا من السفر يعني وهيصة هيصة عملوها وهل كنت تتوقع شيئا من هذا ابدا أعوذ بالله لم يحضر في تاريخ المملكة العربية السعودية وبعدين احنا مبداخلين على جايين في القرن العشرين هواخر القرن العشرين وقدامنا واحد وعشرين وديني كلها يعني حوشة جنبنا ونيجي عشان اتخذ قرارات انفعالية متسرعة دون تحقيق ودون محاكمة كيف هل مين ابن عبد العزيز طب اذا ما بالك بالفرض العادي كايش كان هنا ضيقتي كثيرا ضيقت وصلنا بيروت بعط برقية هل مجرد مضايقة وقع قرار عليك مثل هذا وانت يعني كما تقول ابن الملك عبد العزيز وشأ يعني اخوك اصدر قرار بسحب الجنسية السعودية منك بسحب الجواز السفر جواز السفر صح معناه سحب الجنسية ايضا ده المفهوم العربي لان اعمالية الجنسية او الباسبور في الدول المتحذرة لا تحدث بهذه السهولة كي خيانة عظمى ومحاكم تدينك عملية اجراءات هايلة لكن مش على مزاج شخص واحد اه فلما جيت انا بيروت بعت فرقية قلت لهم انا فوجي ايه انا اسف جينا بيروت فجاي القائم بالاعمال السعودي السفر ما كانش موجود يومها وقال لي والله الملك السعود يأمر بسحب جوازك فعلى طول قلت اذا كان هذا جواز السعود اخذه هذا جواز المملكة العربية السعودية اللي بناها عبد العزيز يعني اتصور انها يعني صعبة هتسحبه مني قال لي والله هذا الامر اللي عندي كلها اني مكلف الامر تخوض الجواز اذا هذا جوازه هو جواز المملكة العربية السعودية اخواني اراضي الضمن معي فرافت اه قلت لهم لا كان معك من برضو اخواني الامير عبد المحسن العبد المحسن ماجر عبد المحسن في السعودية الامير بدر فرواز وسعد وسعد سعد بن فهد والد عمنا كلكم تم سحب جوازاتكم انا 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 وحدي انت وحدي انا اقمي وحدي اراضي الضمن هم عايا هو صدرت اموالك انت وحدك واحد وحدك انا المتابر انا المتابر الاول والاخير ما كم احد ما هي طبيعة المؤامرة او التأمر الذي ولي عندي خبر ولا يبلغوا تفاصيلها هذا الكلام اللي جاني الرئيس الاصمية من الناس اللي انتصالات بجينا من السعودية ان الاجراءات تخد ضدك كانت على اثر المؤامرة التي اتهمت بالقيام بها ولم تعرف شيئا عن تفاصيل هذه المؤامرة الذي حدث ابعت برقية للملك السعود قلت لي اخي بلغني انا برضو اخوك اذا علي شيء انا موجود ما جاوبني طيبوا بعدين الدنيا كلها هتقوم الان وفلان ومؤامر وفلان عملت مؤتمر صحفي في بيروت نعم بعد لما جان الجواب وقلت للحدث كذا وكذا وانا غريب يعني يحصل مني كذا وانا احب الاثبت لكم في هذا المؤتمر ممكن سمو الامير تقولينا كذا وكذا بالتفصيل ايه والله يا بدأ انا قلت يعني انه طبعا ما الانفعال والجرح الذي اصابني وبرضو كنا شباب كما زوجود ذكرت طب بينا بقى فيهم ماذا قلت؟ طب بينا قلت يعني هذول الناس ليس عندهم ديمقراطية وليس عندهم انضباطية وليس عندهم كذا وكذا ويتخذوها للقارات انفعالية المتسرعة لاخوهم بدون اي سند او او اسباب يعني موضوعية فانا اتصور انه هذا اذا جرى كما ذكرت قبل اللحظات الى اي فرد شعودي ماذا كان يحدث فيه يعني وكنا مقررين البقاء في بيروت قررت ان تبقى في بيروت لانه كنا حنتخذ الطريق السلمي كنا اختفائنا بها المؤتمر لكن المؤتمر ده ما كانش يعتبر من سموك الان عملية تصعيد وعداء ليش تصعيد يعني بدي اقول لفلتها بانك مش محقة تعرف الكلام طلال جوابها لان هم هناك معلنوا رسميا لماذا لم تسعى ايضا سعية برقية ما جاني جوابها برقية بعتها لهم ما جاني جواب ما سعية الاتصال ببعض اخوانك الاخرين لان انا بريء بريء ولست اسعى الى شيء لم يحدث مني وبعدين اخوانك يعني اخالي يقول لك طيب احنا بعذين لك واحد عشان يبين لك اوراق تتهمك فيها شيء هذي هم يها شيء هذي اوراق نعم ولو لم تكن مية في المية بس يمرون اي شيء قدامي من الذي كان له مصلحة في اثارة الامر بينك وبين الملك سعود بهذه الطريقة والله يشوف للأسف حتى هذي اللحظة لم اجد انسانا له مصلحة مية في المية الا انه مريد ان يفرقوا بيننا وبين سعود مرضة ذهنية انه يخالوا الناس هكذا كلام العالم يقولوا انه لا يريدوا تكرار لانه بدأ الاصطدام يبدأ من هذه اللحظات بين الملك سعودي وبين الامير في اصل نعم فقالوا هذا سمعناه من الناس انه وجود طلالة ربما يجيد النار يشتعالا هم نعم فخلينا بعدو مسلا يعني فأثروا في رأي سعود فأثروا في سعود سعود طيب طيب القلب كان لديك استعداد ان ترجع الى المملكة وان تحاكم فعلا ابدا كان عندك استعداد ان تعود وتحاكم طبعا اكيد يريد ما كنا جعلنا تسعة عشر سنة ننتقل من بلدي بلد لا وطن ولا اهل ولا مال ولا شيء يعني ما كنا ما كعندنا شيء يعني كنا مشردي في الخارج هذا شيء طبيعي بعد بقائك في بيروت عدة ايام كيف تم في بيروت يا سيدي قعدنا ببيرو قررنا الحكومة البنانية بعثت لي صديق اسمه تقييد دين الصلح سعرية وزارة لبنان نعم وبعثت لي رئيس مجلس النواب عادل عشيران وبعثت لي مدير الامر العام كل واحد قال بفرد ايام شهاب نعم وقالوا لي ننصح لا يكون طلال في لبنان خايفين من هناك من العلاقات السعودية طبعا طيب نروح فين طب عطونا لسي باسيه عشان نشوف نترك فين ولا جواب فقاعد احنا والاخوان فاحدهم قال من هنا لمصر انت انا عندي شوية املاك في مصر وعندي شقة في مصر كان من روح يشقة عندك اناك وعندك املاك وبعدها الناحية الامنية افضل من اي بلد عند اه في عهد الرئيس عبدالناصر كنت ماجه مع انا بعرف الرئيس عبدالناصر هو اخرب الناس لي انا عبدالناصر هيستعملكم هيقول شاهدة شاهدوا من اهلها وهو دول جوا لاجئين وحيستعملكم ضد عائلتكم بس انت كان لك علاقات جيدة بعبدالناصر ومؤيد الافكار ومبادئه كان معلقة جيدة انا كل ماضه المصر من الثمانية وخمسين لازم اقابله مره ولا مرتين فقلت لهم انا احذرتهم فلم وجدت حك جماعة عندهم حق طب وين نروح طب هما كان معهم جوازات سفر عادية سعودية انت فقط اخواني لا كلهم كلهم سياسية معهم جوازات سفر سعودية نعم سياسية سعودية انت فقط الذي لم يكن معك جواز انت فقط الذي تم سحب جواز سفرك فقط وهم تضامنوا معي وعطوا جوازاتهم صرتم انتم الاربعة بدون جوازات جوني هما وقالوا لا يمكن هذا عيب قدام الناس احنا معاك وسفر فقلتوا كيفكم المهم رفعت السماعة وكان سفير مصر بذلك الوقت والله ناسي اسمه كان حتى يسمى السلطان السفير يعني السلطان الجمهوري العوية المتحدة مهجارة سوريا قول لي احكم ها حتى السماعة سبحان الخالق وكأنه منتظر مكالمتي وتقول له كذا كان لأعودي بالله احنا ايه حاضر ومش عالي بس يا فندم احنا الجوازات السياسية ما داداش نعطيها من هنا انا ضعت علي الفكرة دي ضعت علي العملية لاجم القاهرة وهم هناك منتظينك وطيب بحدين لما فكرنا قلنا السفارة تستطيع ان تعطي جواز عادي وجواز عادي انا ما عاودين اروح القاهرة كان لاني مصطفى امين قال لي احنا سمعنا في الراديو كده شو اسمه مؤتمر صحفي وانه السلال المصرية صلت بيها وانه الرئيس عبد الناس يرحب ما جئك قلت يا مصطفى بالتليفون انت عارف الاوضاع عندك منك قال لي يا راقل بس انت تعالوا حتى انبسط وكان يوم قريب من الرئيس نعم قبل عملية اتهام روحنا القاهرة وجدنا عبد القادر حاتم بنفس وزير الاعلام بالهيصة الاعلامية الهائلة هذه بداية المشاكل بقى كيف اولا اول مطبة جيل الارض الامراء الاحرار موضباط احرار هم لم يكن لديك اي علم او ترتيب بهذا الاسم قبل ان تنزل الارض مطار احكيت التنازل عن اللقب واللقب الامير والامير كنا نفاجأ بهذه القارات يعني انتو فجأتوا بتصريحات قيلت على لسانكم لم يكن لديكم بها علم لا 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 تصريحات اللي بالساري بصوتي انا قلتها لكن في اشياء تقال عنا الى اليوم يعني مشيطة اترى طيب ما هو الذي قلته انت وما الذي قاله انا لو 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 تحصر انت سعادك وتوجهها بشكل دقيق ادي اوبك طيب طيب بمجرد ما نزلت من المطار فوجئت بان قيل بانكم انتم الاربعة احرار تنظيم الامراء الاحرار ايوا بالضبط ماذا قلت وانت وجدت الكاميرات ووسائل الاعلام في المطار تجاوبت مع الامر وتحددت باسم الامراء الاحرار خلاص اصبحنا الان في بيتهم كان لك الحرية ايضا ان تقول ما تريد ايه صحيح ما هو ان لو افتكر الان لو الان انا طلال بتفكيري وبعقلي الان كان قلته قلت لا احرار ولا ما نحزنون احنا جينا عشان ناخذ باسمورتات وحنا نرجع بيروت وهذا اللي حدث فقال لي عبدالقادر حاتب الرئيس منتظرك في اسكندرية بس انت الواحدك فرحت خدت معي سعيد فراحة ومصطفى امين وابنه بسام فراحة نعم ودخلنا على الرئيس عنده بيت على البلايش في المعمورة اهلا اهلا مستديق قلتوا انا جاي عشان الباسبورتات دولة الرئيس فخامة الرئيس قال لي باسبور واحد انا اعطيه خمسمائة باسبور قلت شكرا على اساس انت خذبت ونرجع بيروت يعني كنت تريد العودة للاقامة في بيروت خايف من مصر ما الذي كان يخيفك من مصر اولا الشخصية عبدالناط القطاغية وانت ضيف عنده لاجي ليس لك حين ولا قوة فمنما قلت الاخواني حيش تعمل لنا في الاعلام طيب انت قريدي بمجرد ما نزلتم من المطار خلاص استعملتم واصبحتم امراء احرار وتحدثتم الى وسائل الامر عشان كده بقولك لو كنت الان ونزلت المطار كان استصرفنا من المطار روحت عبدالناط تختلف عن ما حدث طبعا ادليت بتصريحات ضد المملكة وضد نظام الحكم في المملكة كلها كلها وهذا الشيء مبالغ فيه وانا بذهني وتفكيري الان كنا بدنا بتصريحات موضوعية اللي افكارنا نقولها ولا كون بدون شتيمة لكن انت شتمت يعني شتمت هما يمكن هما يعتبروها شتيمة انا الان ما افكر فيها اقول نعم فيها نوع من انواع شتيمة لا شك بذلك المهم خلصنا منه كحدنا اللي طعنا من 21 اغسطس نعم الى 15 اكتوبر ما عندنا ناجبة بورتاد انت وصلت مصر في 19 اغسطس 19 وشوفناه 21 نعم او 20 لان يوم واحد بعد وصولنا يوم واحد نعم لكن قبل ان ترى عبدالنصر الان وتتكلم معا اثر تصريحتكم اللي ادليتم بها الان ايه على اخوانكم في المملكة اشياء سيئة طبعا سيئة وانا يعني يعني لو كنت بعقي الان ما كنتش قلتها كنا قلنا اشياء موضوعية وجميلة وهائلة اه توصل دلسالة توصل ما نفكر به من اصلاحات وانتهى الامر وصلكم الى القاهرة وادلاءكم بهذه التصريحات كان بمثابة قطيع الان بين السعودية ومصر هذا المفروض ما كناش عارفينها اكتشفناها بعدين يعني وهذا من حقهم اخطأ في حقنا في الاول اخطأني في حقهم في التالي لا شك بذلك وهذا الذي ادى ايضا الى زيادة محاولات المملكة كما اتهمتها مصر بالسعي لفصل الوحدة بين مصر وسوريا بعد ذلك وتكوين عملية التحالفات بين العواصم العربية التي ربما نتحدث عنها فيما بعد ان شاء الله سمو الامير كم المدة التي بقيتها في مصر والله كل فترة النفي خروج المملكة حوالي تسعتاشر شهر تسعتاشر شهر بعد ما اخذنا البتس بورتات ترنا نقضي اوقات اكثر في لبنان رحنا لبنان قبلونا لانه خلاص نحمل بتس بورت مطري وكلهم يرتعشوا من عبدالناطر هناك يعني اللي يحمل بتس بورت مصري يحطوه على رأسهم ده كان زمان الكلام ده يعني ايام شهاب ستاثين وستتين لا بشكل عام كان اللي يحمل جواز مصري ايام زمان كان الى هذا الحد كله عربيا نعم عربيا طبعا وفيها طوائف ومشاكل وداخلية وهذا جنبهم كان جنبهم الرئيس وذاقوا يعني من حلاوته ومن مررته فلهذا لما جئ بالبس بور دخلنا بقى كفاتحين استقبال مصري والتلفزيون والإزاعة والدنيا يعني خلاص والحكومة اللبنانية معا في مشاكل ما الذي كنت تتحدث ايضا كنت تتحدث الى وسائل الاعلام في تلك المرحلة بدأنا نتحدث في مصر ولبنان بشكل يعني حر وبدون اي عقبات وبدون اي مؤلم اما تعتقد انك بهذا الاسلوب اثبت تهمة التآمر عليك يعني اثبت دفاع عن نفسنا واردنا ان نروج مبادئنا وافكارنا واصلاحنا حتى نجاوبوا مناك عشان الرئي العام العربي او الشعودي اللي بيسمعنا بالذات وبدأ العربي ان يفهم انه لا انه الجماعة ترى دول مصلحين وكنا نقول لهم باستمرار اثبتوا التهمة التي وجهتها لنا حاكمونا ليش تنفونا من بلدنا كنا نقولها في التفاة العرب وكنا نقولها في وسائل الاعلام المختلفة كل هذا الكلام كان يقال ما حد جوابنا لم تحدث اي وساطة بينك وبين اخوانك في تلك المرحلة حصل وساطة من اخونا الامير ناصر عبدالعزيز اراد ان يتوسط انا ما عرف هو شافهم ولا لا وعاد العسارة رئيز مجلس النواب اللبناني ولم تسفر عن شيء في تلك المرحلة انك عندوا ما هو انت كنت ايضا تستثيرهم لا بس وتثير الاعلام عليهم هم اللي اثاروا الدنيا على الاول عليه يعني واحد يطرد من بلده لما ينفى انسان من وطنه ومن اهله ومن بلده وش معناه هذا يعني عملية اره قاسية لانك ذوقت هذا وجربته فعرفت قسواته اه اه في 11 اكتوبر 1962 اصدرت بيانا من القاهرة الى الشعب السعودي تنتقد فيه نظام الحكمة في المملكة وذلك بعد قيام ثورة اليمن بقيادة عبدالله السلال في 29 سبتمبر 62 هل هذا الكلام صحيح تؤيد فيه تؤيد فيه ثورة اليمن صحيح صحيح ضد نظام الحكم في المملكة الذي كان يرفض يؤيد نظام الامامة ويرفض نظام الثورة احنا طلعنا بيان حسب ما اتذكر هذا برضو مذكراتي اه نؤيد فيه ثورة اليمن لانه فعلا اليمن كانت تحتاج الى تغيير الامامة هناك الله لا يوريك يعني هايشي في العثور الوسطى يعني كلام غير يبعا انما لو اجعد تفكر الان اقول لك انه كانوا ممكن التطور لحدث ايام الملك البدر هو الذي يستمر لان انا شاهدته انا في مصر لما قام الثورة كنا في القاهرة وكان الاخوة اليمنين زعامات اليمن الكبار موجودين معانا وافتقائنا يعني تغيرت فكرتي وقلنا ياريتنا ما ايدنا قيام الثورة بعد ذلك بعد ذلك بتصنع مع اليمنين انه استرعت يا طلع لانه لما قامت الثورة الارياني اه النعمان الجبيري ورابعهم لا تذكروا عملوا بيان ونشف الاهرام يؤيدوا البدر لكن الاسالي هناك كمؤامرات تحاك من وراء ظهرهم من هنا من مصر ومن ثوار هناك او الانقلابيين بالاحرى وراء من ظهورهم فقام الثورة سمو الامير تقييمك ايه الموقف المملكة من ثورة اليمن في ذلك الوقت اللي يترمرك والله موقف ايجابي انا المستور الان صوري في ذلك الوقت هو الان تصورك في ذلك الوقت احنا نقرأ ذلك الوقت على اساس ان انا استرعنا اولا كان لاجم نشوف خبايا الامور ونشوف اليمنين اللي موجودين ونسألهم لكن استرعنا فيها وبعدين كان الجو العام مكهرب الجو العام كان كله ثوري ونحن منفيين يعني هذه الاثر في النفس وتجعل يعني مقاومتك ضعيفة كل هذه اسباب تجمعت وعملنا هذا التأيين علما انا كما قلت لك هناك الامامة الله يغفر لهم على كل حال ويصلح من هو موجود ايام الامام يحيى والامام محمد ما كانت امامة صالحة انما لما جاء البادر حسب كلام الاربع عدول الزعراء يقولك احنا راضيين راضي بتوجه في اثنين وثلاثة وثمانية اكتوبر الف وتسعمية اثنين وستين لجأ بعض الطيارين السعوديين الى مصر بطائرات محملة بالسلاح كان من المفترض انها تنتقل من بعض القواعد السعودية الى دعم قوات الامامة هل كان لك علاقة بهؤلاء الطيارين حينما جئت؟ اعوذ بالله اولا لو كان في علاقة او كان الاخوة هنا المصريين براءة استطاعت عبد الناصر يريدوا ان نعلم ان الامور كان اول ما جاء الطيارين قابلونا لكن قيل ان انت التقيت معهم او سعيت لترتيب قواعد للتدريب في سيناء هيكل ذكر هذا في كتاب ما هيكل الله يهديه ولو النصر دي خبط من اسمالنا وسمى في كتابه سنوات الغليان هو اهداه لي بخط يده قالني انا تأمرت مع الشمال وقبائل الشمال واجاب اسماء الضباط اسماءهم بس انا جاوبته جاوبته في جريدة مطرية وقلت له يا اخ هيكل تقول هذا الكلام لما تسألني اذا كان هذا صحيح هو اسموه الامير ذكر انك التقيت مع اللواء عبدالقادر حسن مساعد قائد القوات المصرية في اليمن واللواء عماد ثابت مدير المخابرات العسكرية المصرية في ذلك الوقت وسعيت للترتيب معهما لتدريب بعض قبائل السعودية في الشمال وبعد ذلك تنتقلوا للقيام بثورة ضد نظام الحكم في المملكة صحيح هذا ما ذكروا ولم اكن اعلم انه هيكل كتب هذا الكلام الا بعد ما اهدى كتابه من سنة اهدى لاربع كتب نعم نعم ولم ارحل السعودية المسوق عن مكتبتي اه هو يقوم بتلخيص الكتب نعم فلخصها لي فلما اخصها شفت اسمي فوجدت المؤامرة هذا الكلام من شهر تقريبا يقول لي ما اقول الكلام جيت هنا سألت الاصدقاء يعني انت لم تعلم الا في تسعة وتسعين كتب هيك الصدر قبل ما يقرب من سبعة لا لا في تمانية وتمانين يعني قبل عشو سنوات تقريبا امك عشو سنوات والله لا اتذكر ولا اهتم اصلا بعد ما حدث سألت اصدقائنا هنا نخوان المصريين من كبار رجال البلد اللي قال ارفع لي قضية واللي قال اكتب له كتاب اه تحذر فيه وتقول اعطيني كذا واللي قال لا جاوبوا فانا فضلت الان الجواب موقعا ما هو جوابك على ما ذكره؟ انت عطيتني كتابك كهدية وحلت كتابك المعني بمكتب عشو لخص فوجيت بالاتهامات اللي انت بتقولها وليست على اسات المهم هنا في النقطة في الكتاب اللي ذكرته حط وثيقة امريكية صحيح الوثيقة لما شوفها اسمي مش موجود فيها ممسوح على الاسماء كلها ممسوح امريكيا امريكيا للامن الامريكي طب خلي بيينه هو لا يستطيع هذا ما افرج عنهم الوثائق 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 طب انت انا اريد انك يا اتشاد هيكل تريه انك تبيين لي بحثين انا في مصر طلع عمرك وبعدين انا قابلته وانا من القاهرة يعني قصته ولا كنت في السعودية هل التقيت مع عبدالقدر حسن او تعالفه؟ لا اعرفه بالمرة؟ ابدا هل التقيت مع اللواء عمد ثابت مدربة المصرية؟ ابدا يعني قلت لهيكل هل التقيت مع الطيارين السعوديين الذين لجاءوا لله قيل انك التقيت معهم وكان هناك خلافات فجهة نظر بينك وبينهم هيكل ايضا ذكر يا صادق اطلاقا انا في مصر كل جوجي مصر لم اقابل الا عبدالناصر كمسؤول لم اقابل احدا انا واخواني لم تسعى لتشكيل معارضة للسعودية في السعودية اطلاقا عملنا جبهة للتخويف الجبهة كلها في اربع خمسة بدو وبدو ايه اكتشارنا بعديا انهم اونطا كل واحد اقابل لي هو رئيس قبيلة اقول لك عملية يعني اطفال لقيتهم فين في مصر هناك جونا هم في مصر واحد منهم مجزود من فلانا وعلان جاسوس علينا والثاني مخابراتي مع اشعار من جاي من فين الله لا يوريك حالة فعملنا هذه الجبهة سميتوها جبهة جبهة التحرير السعودية اظن يا كلام والله هناك اشي اسمها كنتو هتحرروا السعودية من ايه يا حي انا لما اتذكر هذه المهازل وانا بهذا بحالة الحاضرة اقول لك يعني عيب كم ممكن ان نعمل بس استعملونا هنا با استعملونا اعلاميا وانتو برضو ركبتو الموجة معلش معلش احنا قلتلك احنا لا اسباب كثيرة اولا دوافعنا كلاجئين والضعف البشري امام هذه الالة الاعلامية الجبارة والهالة الشعبية والناصرية ونحن نعتبر افضلنا مضرومين عندنا قضية ندافع عنها زائد العقاب الغير عادل الذي تخلد ضدنا كل هذه العوامل اشتركات وشبابنا وعدم خبراتنا كل هذه اجتمعات وانا هذه الامور المعيبة اللي بتكلم عنها الان انا معاك بها انا معاك طبعا هل الجبهة قامت بشيء سوى للدعاية والاعلانات اطلاقا والشعارات فقط انما لم يكن لديك باي شكل من الاشكال اي مخطط او اي سعي للقيام بعمليات مع مين مع المين مع البدو من تبوك مع البدو دول عربنا ما بدو مساكين غلابة عاودين ياكلوا واللي عاود يتجسس عليك يعني حتى لما رحت السعودية جاني واحد منهم مسكين هال امر اللي مش عارف شكلهم ايه مسكين كده غالبان هو انت فلان ولا حسابته ولا سألته عرفت انه فلان يعني مسكين سمو الامير من اين كان يأتيكم الدعم والاموال في تلك المرحلة وانت صدرت اموالك وكنت في الخارج صحيح اولا انا كان عندي حوالي مئة وخمسين او مئة وسبعين الف ريال فقط وزحبتها اخر لحظة من البنك من السعودية من السعودية يعني لم يكن لديك ملايين ولا شيء هذا كلام مهمة ويقال بلايين يقال بلايين من حجيرة كده فجبنا مئة وسبعين الف في مصر كان عندنا سينما ريبولي بتاعتكم كانت؟ اكي بتاعتنا وتدر كانت دخلها في السنة خمسة عشر الف جنيه خمسة عشر مكايم هلا لا بأس بيها يعني فكانت عيشنا وعندي شقة انا واخواني لما ما قدرنا استلفنا من بنك الاهلي وبنك مصر استلفتهم لم تكن الحكومة المصرية تعطيكم المصر ولا مليم لانو اللاجئي في مصر لهم يعطيهم شقة في الاوقاف ولهم اظلني مئة وخميتين جنيه احنا لا ما احدش عطانا احنا لو اعطانا رفضناها نريد ان نكون احرار في هذه الحمدلله يعني نفاذنا شوية يعني الشعار بس طبق في ديتي ايه انا صحيح انا اتذكر انو لما في مصر انطنقنا كانت ريبولي مرهونة السينما عشان ناخذ فلوش طب نجي من فين؟ طلبت من الاخ مصطفى امين ان اجمعني بهيكل معنا ما كنت اعرفوه وجي اجتمعنا ببيت مصطفى في الفرندا مع محمد حسنين هيكل ايوه فقلت له يعني انت قريب من رئيس بلغوا ارجوه نريد شلفة من البنوك بدون ضمان لانو معنا ضمان ايه ما عندنا شيء ولا اعطاني جواب فعلا كنا في حالة لبنان كان فيها سليمان الغنيم سعودي له مكتب اناك ومع واحد اسمه ابراهيم اغا ابراهيم اغا هذا مظف عندي الان يصرفون عينا 25 و 30 دولار في اليوم ده بنزيم ايجار اكل لم يعطيكم احد من اخوانك الامراء لم يرسل لك اي اموال اي شيء ولم تسعى ان تطلب من احد منهم اطلاقا يعني الجبهة فقط وكنا مبسوطين فلوتنا يعني فعلا يعني انت اكيد متعود على مستوى حياتي معين ايوا لكن حلوة اللي ما جربناها والله يا حلوة دي جدا انا ما نعرف ليش الناس انتبقى الموصلة تشكوا منها يريد كنا مثلهم لا ما هم بيشكل ان يرودوا ان يروا الرغد والنعيم ايضا يعني ما انها جربت الاثنين ما هو باستمراريتها ما تقبلها اسمه الامر كفترة مؤقتة هاشية جربناها تسع تسعة عشر شهر نتعشى في مطاعم نترد المطاعم نروح الاصحار كان فيه مورد برضي اطلاقا تاريخ اطلاقا في الحلقة القادمة اكمل معك هذه المسيرة ان شاء الله ان شاء الله كما اشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نواصل الاستماع الى شهادة صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز السعود في الختام اقول لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا احمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة